ماذا بقى عن ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الزهبية من التلاتين يعني من رقم تلاتين تعال اقولك التلاتين واحد كانوا منهم يلا بنا اول واحد طبعا روبين دياز مدافع مانشستر سيتي او مش اول واحد يعني رقم تلاتين في القائمة يعني روبين دياز لعب مانشستر سيتي ورقم تمانية وعشرين كولوم وني لعب بريس سان جيرمان كان السان فات طبعا مع انتراخت فرانكفورت في المركز تمانية وعشرين تمانية وعشرين مكرر اوديجارد لعب ارسنال طبعا سبع عشرين نيكولا بريلا لاعب انتر ميلة لاعب انتر ميلة رائع جدا جمال موسيالة واحد من اهم المواهب في العالم حاليا لاعب بار ميونيخ في المركز ستة وعشرين وجبارديول مدافع مانشستر سيتي في المركز خمسة وعشرين وطبعا هو كان موجود في لايبزيج الموسم الماضيو مع المنتخب الكرواتي بوكايوساكا لاعب ارسنال في المركز الاربعة وعشرين اندريا اونانا حارس مرمى منتشستر يوناتي في المركز تلاتة وعشرين وطبعا كان حارس انتر الموسم الماضي كيم مين جاي لاعب باير ميونيخ في المركز اتنين وعشرين وانطوان جريزمان لاعب قتلية كومدريف في المركز واحد وعشرين لوطارو مارتينيز مهاجم انتر ميلة والمتخب الارجنطيني في المركز العشرين هاركين لاعب باير ميونيخ خد بالك كل الاسماء دي بقى اللي قبل صلاح يعني متأخرين عن صلاح وشوف الاسماء عظيمة ازاي هاركين مهاجم بارين مونخ في المركز 19 وطبع السالف ايكا مع توتن هام وفي المركز الـ 19 جود بولينج هام بيلينج هام لعب ريال مدريد وفي المركز الـ 17 خفيتشيا كفارة سخيلية لعب نابولي اللعب الرائع جدا العمل موسم عظيم جدا وقال فريقه للدوري الإيطالي بعد كده في المركز 16 كريم بنزيمة لعب اتحاد السعودي في الموسم المواضي طبع كاماريال مدريد وفي المركز الـ 15 إيمليانو مارتنيز حارس مارما أسلون فيلا والمنتخب الأرجنتيني وفي المركز الـ 14 القاي جوندو جان لعب برشلونا والسابك لمنشستر سيتي وفي المركز الـ 13 ياسين بونو لعب الهلال السعودي والسابك لأشبيلية وفي المركز الـ 12 روبرت لماندوبيسكي لعب برشلونا والسابك لباير ني ميونيخ وفي المركز الـ 11 محمد صلاح نجمينة المصري الأسطورة الكبير لعب ليفربول وفي المركز العاشر لوكا مودريتش لعب ريال مدريد قل بالك بقى هو لوكا مودريتش لعب ريال مدريد عشان إنجازاته مع ريال مدريد العظيمة جدا ووصوله مع المنتخب الكرواتي أنه يبقى ثالث العالم كل الأسباب اللي أولاك دي عملت إنجازات برنانو سيلفا طبعا اللعب البرتغالي لعب منشستر سيتي عمل إنجازات عظيمة مع منشستر سيتي الموسم الماضي فيكتور أوزمن الناجيري لعب نابلي مهاجم نابلي عمل فاز مع نابلي بالدول الإيطالي الموسم الماضي جوليان الفارز لعب منشستر سيتي فاز معهم طبعا بالدول وفاز بكاس العالم مع الأرجنتين فينيسس جونيول لعب ريال مدريد إنجازاته عظيمة مع ريال مدريد الموسم الماضي رودري لعب طبعا منشستر سيتي واحد من اللاعبين المهمين جدا فاصل المرعب هم واحد من أفضل أو أفضل لعب رقم ستة في العالم يعني كيفين دي بروين لعب منشستر سيتي في المركز الرابع بعد كده كاليان بابي لعب باريس سان جرمان في المركز الثالث وإلينج هالند لعب منشستر سيتي في المركز الثاني وليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي في المركز الأول كأفضل لاعب في العالم